الغيرة بقى على فكرة هو احنا قلنا في الجزء الاولاني ان انا ممكن كان عندي نقص وانا صغير او انا صغيرة ومبقى معايا فلوس فبعواده انا ممكن اكون كبيرة وعايشة في مستوى عالي جدا كتاجري مرتاح جدا ومازال بداخلي دايما احساس بالنقص اللي انا قال لي من كل حوالي تخيالي لا ممكن اغير من حد ابسط مني مليون مرة لا يمتلك ربع اللي عندي بس انا طول الوقت حاسة من جوايا ان انا قليلة قوي فانا مش قادرة اسمح ان حد يحسسني بهذه المشاعر فاعمل ايه اشوف بقى اعلى باي شكل من الاشكال ومنها ان انا اشتري مش بقى لبسه بس والحاجات دي حاجات جوه البيت وعايزة بيت اكبر وعايزة جوه ادوات اعلى وبعدين ادعو الناس بقى يتفرجوا على الحاجات دي عشان كلمة الواو انتي روعة ايه زقش يا كده كل ده بيجبعني برضه بطبطب على نفسي على حاجة هي موجودة وحفضل طول الوقت طول ما انا مع الاجتهش هي موجودة والاسف بتتفاقب بتزيد مش بتقدر عشان كده بحتاج اعمل وقف طب فيه ساحات التسوق بيكون يعني فيه انانية شوي لو بنتكلم فا ام مثلا طول الوقت عندها هوس الشوبينج هي بتجيب ليها هي بس يعني ممكن متجيبش لولادها خالص ما تفكرش ان اجيب اي حاجة للبيت مثلا يعني لو هي مدمنة لي انا بس لبس شوزات حاجات ميكوب حاجات اكساسيريز كل الحاجات خاصة بيا لولادي لا مش بفكر لجوزي لا فجوزها في الوقت ده بيفكر انه انت انانية قوي يعني انت بتتصرفي بانانية بتصرفي بس بانانية ممكن نقول على ده ايه نقول ان هي عندها مشكلة اعمق من فكرة الانانية ده سلوك خارجي ده ورا حاجات مشاعر كامنة وافكار كامنة وحاجات في التربية وحاجات مورة خبرات بيها موصلة شخصية للسلوك الغريب ده ان هي لا بصل جوزها ولا الاولادها ولا الميزانية اي حاجة وعمالها تشتير تعم جوزها بيتعصب جدا وبتبقى خناقات رهيبة لان هي بتصرف كتير قوي وهي بقى لو بتشتغل ومفاصلة مادية تقول له انت ملكش دعوة انا بصرفها عن نفسي انت حاجة تخصيني يعني ليه حق طبعا ان هو يدي بس في الوقت انا بقول له لو هو بسمعني بص ان في مشكلة اعمق من كده هي انا ما عنديش علاج انها تبطل دلوقتي يتوقف لكن انا عندي ان انا افهم الدوافع اللي جوه اللي موصلها للمرحلة دي قد تكون اصلا طالعا من البيت هو طول وقت بلابيه لا احتياجاتها فانا اتربيت ان انا جوه انا انا ما عنديش اخر اتجوزت اه خلفت اه مجتمح وليه اه بس انا بشوف شغل نفسي فانا دلع نفسي وانا اللبصة نفسي وانا 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 خاصة انا وعندي فلوس عرفة المشكلة اكبر ايه لو انا بقى مش بشتغل او بشتغل مرتبي قصير وانا صغير وانا بقى بضغط على جوزي في الحتة دي طول الوقت الديني الديني ولما ما يكون ميزانيته على قده او يعني فيه اولويات يبتدي يتهم وتتخانق معاه انك انت مؤثر في حقيقة انت اللي طالبة كتير لأ هنا بنقول للزوجلة انت محتاج واقفة ووقفة حازمة مش هتنفع هنا الطبطبة ومش حاجة انك تتعصب عليها لكن هي محتاجة فعليا تروح تعمل جلسات مشهورة وتقعد عشان نشوف المشكلة الاعمق اللي نشتغل عليها لان المشكلة دي هي مش فكرة شابينج هي فكرة توابع بعد كده على الاولاد وعليك وعليها على المستوى الشخصي فاحنا محتاجين نواقف ده علشان النتائج بعد كده تكون افضل طبعا انا عايزة اقف عند فكرة انه فيه سيدات وفعلا ده فكر منتشر طالما انا بشتغل ومعايا فلوسي يعني المستقلة وبجيب حاجتي لنفسي يعني انا بجيب حاجات طول منها ده باشتري حاجات مش بأثر في مسؤوليات البيت او انه انت ملتزم او ملزم بمسؤوليات البيت بالولاد بالمصاريف بكل ده والحاجات اللي انا باشتريها دي مش مأثر على اي حاجة بس انا بقى شخصي انا مدمنة شرا فمحدش يكلمني يعني بفلوسي زي ما بنقول يعني الكلمة بتتقال على طول يعني ما هي بفلوسي ومش مأثرة في البيت يعني ازاي يقدر هو كزوج يعني يعالج ده او بعيدا عن معالجة عشان هتكلم على العلاج بشكل تفصيلي يعني يتضارج ده يستوعب ان فيه مشكلة هو حيبتيتي لاحظ بسي عشان نكون واقعيا انه فيه زوج فعلا مثلا احنا مدين كويسين جدا انت مستقلة مدين هاتي اللي انت عايزي عايزة توصلي الهوس وتجيبي المحلات كلها عندك انا ما عنديش مشكلة فيه نوعية كده على فكرة وفيه نوعية هو شايف اعمق من فكرة انها بتشتري انه ايوة انت معاك فلوس دلوقتي بس خلي بالك انه ممكن شغرك يقف ممكن الفلوس تخلص اعمل الحساب بكرة وبعد